يعتبر عبد الرحمن مؤسسا لعلم الاجتماع هو أول من اهتم بدراسة علاقة الإنسان بمحيطه وخاصة علاقته ببني جلدته وتأثره بذلك فكان ذلك بداية لتأسيس مفهوم جديد يسمى المجتمع عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين أو ابن خلدون نسبة إلى جده خالد بن عثمان الذي كان من أول التاخن إلى الأندلس ولد ابن خلدون في تونس مطلع القرن الرابع عشر حفظ القرآن وهو في سن مبكرة كان عبد الرحمن الصبي محبا للعلم ومن حصن حظه أنه وجد ذلك عند أبيه الذي كان عالما إضافة إلى عدد من العلماء المعاصرين له في تونس ولكن سأحظه بعد ذلك فقد اشتاح الطاعون موضنا وأتى على أبيه وكثير من أحبائه فقرر الهجرة إلى المغرب الأقصى ليفقد بذلك بيئته التعليمية الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى الحياة السياسية حيث لم يعرف التاريخ السياسي العربي رجلا ملئت حياته بالحوادث أكثر من ابن خلدون فقد كان التقلب والدهاء وحب ظهور وثقة بالنفس أبرز صفاته لكنه كان ذكيا كفاية ليستفيد من ربع القرن الذي قضاه في الوظيف الحكومية يستفيد خبرة واسعة في التعامل مع جميع فئات الناس فلم يترك فرصة تتاح له لمتابعة تحصيله العلمي إلا واختنمها وكان له ذلك وهو في فاس غرب المغرب حين كان يلتقي علماء وأدباء من الأندلس وتونس فارتقت بذلك معارفه واتسع الطلاعه شهرة ابن خلدون لا تقوم على تاريخه فقط بل على مقدماته التي تصدى بها لدرس مواضع لم تكن معروفة قبله إلا سطحيا دون أن تشكل علمان كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العجم والعرب والبربر وانعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر هذا العنوى الطويل هو لأهم كتاب لابن خلدون الذي اشتهر فيما بعد باسم مقدمة ابن خلدون كان هذا الكتاب بمثابة مقدمة لعلم الاجتماع الذي هو دراسة للظواهر الاجتماعية وقواعد تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع والاهتمام بالسياسة والاقتصاد والتوزيع الثروة وشؤون الأسرة والتربية واللغة والفنون والهدف من هذا العلم هو الكشف عن القوانين التي تخضع لها هذه الظاهرة التي تسير حسب قوانين تابتة وقد جاءت المقدمة كملخص لتاريخ كثير من العلوم والفنون وموضوعاتها وفروعها ومذاهب أئمتها ومراجعها وهذا يدل على عبقرية ابن خلدون والطلاع على معظم العلوم في عصره وكانت أهم قاعدة توصل إليها ابن خلدون أن لكل حضرة أجلا كأجل الناس فلا يؤخرها علمها ولا صنائعها ولا ما تبدله من وسائل وما بقاؤها حية إلا استيفاء لمدتها المقدرة لها كما جرت به سنة الله في عباده جاء ابن خلدون قبل وفاته الكثير من البلدان الإسلامية وغيرها خصوصا بعد مقتر صديقه ابن الخطيب في سجنه حيث اعتزل السياسة وآثر الانطواء لمدة أربع سنوات في مغاراتة وغزوت قرب مدينة فرندا غرب الجزائر وفي تلك الخلوة كتب المقدمة والتي قال عنها هو سالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخذت زبتتها وتألفت نتائجها على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة كتب ابن خلدون في آخر حياته كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا توفي بعد ذلك عام 1408 في مصر وترك للأمة الإسلامية والعربية تراثا كاملا من الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية وجب الاهتمام به ترجمة نانسي قنقر